قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل أزمات دولية وإقليمية وتحديات وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بزلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شركة يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي أعلنت رئيسة المفعودية الأوروبية إرسلا فوندرلين خلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة أعلنت توقيع صفقات ومذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها الأربعين مليار يورو بين مصر وشركات أوروبية في مارس الماضي وقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية شاملة من أجل توطيد العلاقات الوثيقة مع مصر فأوروبا هي أكبر شريكاً للتجارة والاستثمار في مصر ولها حصة تبلغ أربعين بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذا قررنا أن نصل لمستوى جديد في الشراكة الاستراتيجية فمصر بوابة لأوروبا ورخاؤها مهم جداً لبقية المنطقة من القاهرة الدكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد السياسي والاستثمار والتمويل الدولي أهلا بك معنا دكتور رشاد على شاشة الحدث يعني أولاً نبدأ من هذا المؤتمر وأهميته في هذا التوقيت في ظل هذه الأزمة المتعلقة بالعملة التضخم في مصر وما إلى ذلك من مشاكل اقتصادية أخرى فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية المصرية نفهم منك أولاً نوع هذه الاستثمارات هذه المذكرات والاتفاقيات التي ستبرم ما بين شركات أوروبية ومصر بينا جدال زي ما حالك قلت أي دورة في الدنيا عايزة إيه؟ عايزة تنمية عايزة استثمارات عايزة فرص عمل عايزة عملاء أجنبية وإني مشاكل مصر الأساسية زي ما حالك قلت لأننا لو ما عنديش أزمة في العمل الأجنبية مش هيبقى عندي تضخم لأنه بيجيب المنتجات بتاعتني الخارج بالعملة الأجنبية يبقى سهر الصرف عنصر مؤثر ومن ثم مهمة أوي يبقى المؤتمر ده مهم لأنه هيسيب لي فرصة لشراكات مشتركة بين مصر ودولة حد الأوروبية وبالتالي مشروعات انتجية وبنية تحتية وخدمات وما إلى ذلك ومن ثم بشاقة الولادي وبضخ انتاج في الأسواق وقدرة تصدرية أكبر وعملاء أجنبية أكبر والحلقة بتكتامل خاصة في مثلا في مصر جميل أو يقول إيه بقول إيه غرض لعمة على قفة عيون طب مصر عايزة إيه عايزة السمارات وعايزة عملاء أجنبية طب المؤتمر ده هي حقلها الفرستين دول يبقى مكسب وانا مش مكسب بلا جدال مكسب ومكسب مهمة خاصة أن أيضا التحاد الأوروبية محتاج لمصر كتير الهجرة غير الشرعية ده مسألة مهمة جدا كمان محتاجة مصر فيه عمليات إنتاج مشترك تسليل الغاز وتصديره الأوروبا كل الكلام ده وبالتالي الشراكة بين أوروبا والتحاد الأوروبية وبين مصر بتخدم الطرفين ومن ثم شفنا من أقل من سنة يعني أنت دكتور رشاد لا تبتيجي مرة تانية على ذكر موضوع الغاز وتسليل الغاز وتصديره الأوروبا وكان هذا اتفاق أيضا وكانت موجودة في إرسلا فوندرلين في القاهرة يعني ربما منذ عامين تقريبا اليوم مع هذه الأزمة في مصر فيما تعلق بالغاز وأنت تقول أن أوروبا تحتاج مصر في هذا الأمر لو تفسل لنا ماذا قصدت الآن في ظل هذه الأزمة الموجودة في مصر والمتعلقة بشحنات الغاز مصر بتهتملش بالدرجة الأولى على الغاز بتاعها إنما مصر عندها ميزة عندها محطات إسالة وبالتالي كان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تيجي شحنات من إسرائيل ومن قبرص ومن بعض دول أخرى بتاعملات إسالة عشان سهولة انتقالها إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن هنا ده كان بيجي أهمية مصر إذن ليس بالضرورة الغاز المصري إنما الغاز اللي بيجي لمصر بتحدث له عمليات الإسالة عشان سهولة الانتقال لأنه نحن عارفين أنه لو ما كانش الإسالة هيبقى محتاج أنابيب وتحت المية وشغلانة وتكلفة وارتفاع ووقت كبير وما إلى ذلك مصر بتطفر كل هذه المسائل من حيث الوقت والتكلفة نعم وتحدثت أيضا عن الهجرة الغير شرعية والتي تعمل مصر على الحد منها من أراضيها طيب بالنسبة لدكتور رشاد الحكومة يعني اليوم تم الإعلان عبر وسائل الإعلان مصرية بأنه تم الانتهاء بعد شهر تقريبا من تشكيل هذه الحكومة التحديات اليوم أمام الحكومة بشكلها الجديد وخصوصا فيما تعلق بتشجيع من مناخ الاستثمار تخارج الدولة وتخارج بعض المؤسسات من بعض الأنشطة حتى يتشجع الاستثمار تحدثنا أيضا عن هذه النقطة الهمة دكتور رشاد أي حكومة في الدنيا كلها هدفها رئيسي أي تحقيق رفاهية أفضل للمواطن وبالتالي معروف دكتور رشاد ولكن بيكلم عن quality of life نعم ولكن مصر تمر بأسابات العالم كله محتاج ده وبالتالي مصر محتاجة ده وبالتالي الحكومة التي تشكل لازم تخدم بالدرجة الأولى على ده وبالتالي لو في أي معوقات لازم تزلها عشان تحقق ده وبالتالي مصر جاهدة بتحاول تيصل مهمة المستثمر في إقامة المشروع تزل العقابات تخلق فرص عمل تشغل الناس إنها استقبض تبتري تصرف في الأسواق وبالتالي يفطلب على الشركات يبقى الشركات تربح يبقى الشركات في البورصة قيمتها بتزيد قدرتها التصدرية بتزيد مزيد من العملة الأجنبية وإذا كله بحقق مزيد من الرفاهية فهي حلقة متكملة مع بعضها البعض وعشكرا بقول بقدر حسن اختيار الحكومة القادمة بقدر ما هتتغلب على المشاكل اللي دخلت المواطن في ديلمة أبرز هذه المشاكل لفاتش الأولوية الآن وأبرز هذه المشاكل لحلها يعني سأنقل لك سؤال الشارع المصري بعد صفقة رأس الحكمة والتي أنعشت أو أنقذت الاقتصاد المصري خصوصا في أزمة العملة خلال الفترة الماضية البعض يقول بأنه لا يرى نتائجها والآن استثمارات أخرى فكيف ستؤتي ثمرها وتعود على المواطن المصري الذي يعاني الآن يعني الانقطاع وتخفيف الأحمال وما إلى ذلك من مشاكل أخرى في الشارع المصري نتكلم بوضوح لو ما كانش صفقة رأس الحكمة كان الدولار النهاردة في السوق السوداء تخطر 100 جنيه النهاردة هو أقل من 50 وبالتالي عمليات الاستراد بتستورد بتكلفة أقل بتوفر السلع للمواطن بتكلفة أقل وبالتالي بتحدي من معادلات التضخم تقولي بس التضخم ما زال مرتفع في مصر لكن لو ما كانش صفقة رأس الحكمة كان في الحالة دي التضخم هتنرف ده في ثلاثة وبالتالي ده الحد ما خدم المواطن لكن هرجع تاني للمشكلة الأساسية حسن إدارة أمور الدولة حسن اختيار المجموعة الوزارية الاقتصادية حسن اختيار القيادات حسن اختيار الأفراد في المواقع المختلفة هو ده اللي بيحلي ليه؟ دايما أقول عندي مشكلة كبيرة أوي أنا عندي الكهربا القطعت ما ينفعش أجيب سباكي حلها لازم يكون شخصا متخصص لما يجيب الناس غير متخصصة ما يقدرش يقوده وده اللي دخلني فيه المتاهات في الفترة الماضية شكرا لك دكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد السياسي والاستثمار شكرا جزيلا لك